اشتركوا في القناة نيوترل خلاص وطبعا لو عندك القرس بس غالبا مش هبقى موجود يعني لو عندك وصل كده وصل له امتين وعشرين فولت كده من قاعد دلوقتي سي بيو بتنور او يقول لك ازا كان فيه مشكلة ولا ما فيش تخزيط طلب منك المعاني ده او او نيجيتف يبقى اكيد كل المفاتيح واخد ايه بالشرط ان هكون كلها يعني ان انا سنت الاول كلها بسعادي طبعا حسب بقى يطلع يطلع علامة يطلع مفتاح مفتاح جرس اي حاجة كده خلاص كده انا خلاص خلاصت اليموت هاقفل هينور بس هيشتغل لا هو بيشغل كا شوفت وير لكن كا هارد وير مش عارف يشغل حاجة لان ما فيش او بوت لس تاهم بس كا شوفت يقول لك او انا مشغل او انا طفيت لك انهم وقاعيا في البرة في الواقع مش عارف شغل اي حاجة مش حاجة يشغل كده خلصنا اليموت وخلصنا السي بيو فضل تخزيط الاو هنا في حاجة غريبة في اللي فاتت كان طلب منك واحد الواحد ام اتنين ال اتنين ام عشان كان شغال ايه دي سي هنا شغال ايه يعني ريلي يعني ريلي معناها ايه ريلي هو مش ريلي هو عايز يقول لك حاجة بس بس اه معرفش ايه مسالة غير بكلمة ريلي هو ريلي ينفع تشتري ريلي مسيوي يقول لك ده شغال الكونتاك بتاعه دي سي بس ما بيشتغلش اي سي ده وbuzّل كنتاكت همولي ش حاجة عندي حط دي سي اشتغل حط ايس يشتغل في حاجة اسمها الكونتاكت بيشتغل موتين وعشين فولت لا كما اشتغلش اربعة وعشرين فولت لأ هو ليه اخر بعد ذلك ما بيستحملش لكن فيه رنج بيشتغل في على ان الجهاز ده اول تحت امرك عايز يشتغله اشتغل يخرج ايسي يشتغل اربعة وعشرين فولت شغال متنين وعشين فولت شغال في كندا وعايز شغاله ما وعش شغال عندك حملة بيشتغل باتنين ورابعة فولت يشغله شوانا معاه? تهم Susan각 يعني من الاخر اللي انتهت جيبة هو هيعمل ايه? هيخرج بالزبط. اللي هتجيبه هيخرجه. جبت هيخرج لك ايه سي جبت يا سي هيخرج يعني مسلا. انه عارف ان اللمبة اللي عندي. لمبة شغالة بامتين وعشرين فولت. يبقى اكيد لما دخل هنا هدخل كاما? انا عارف ان اللمبة اللي عندي شغالة بربعة وعشرين فولت. يبقى هدخل. عربعة بشارط. اللي انت بتدخله هو اللي بيخرج. فلو وصلت هنا يبقى لازم من فوق ياخد ايه? وصلت هنا يبقى من فوق ياخد الايه? صح? ال 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 جي مسلا بيعمل كده. ال 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 جي بعمل لها هقولك ليه بس سوينا كامل دلاغ. نفس المبدأ بالزبط. توصيل هو هو. كان ما على التوصيل على ايه? اه في الدلتومية كل ال امبوت دي سي. كل الاوبوت دي سي. تاني تاني. هو هنا الفكرة كلها ان هو بقى بيعمل كبري. يعني كأنه بالزبط عامل كده من جوه. هو مش كده خلص بس الفكرة واحدة يعني زي زي ما يكون عامل كده بالزبط. الفولت اللي هنا هو اللي هيعمل ايه? هيخرج. البنانك بيقول شغل دوت يوم الحد وده يشتغل يوم التلائم. اما يجي يوم الحد الوحدة قفر فهم نخرج لك اللي انت وصلته. حسب لو انت حد متين وعشرين اخرج متين وعشرين. حاطة اربعة وعشرين خرج اربعة وعشرين. حاطة زير فولت يخرج لك زيرو فولت. يعني لو انت موصل هنا سيخرج لك هنا نيوترن. يبقى ناحية توصل ايه? بس الطبيعة ده ما بتوصل ايما البوست بتاع الربعة وعشرين. يا اما اللاين بتاع ال متين وعشرين. اكاي? واللي انت هتوصله هو اللي هيخرج لك. ومن الناحية التاني حط الطرف اللي مش موجود. اكاي? واضحة يا لأ. في حد بيسأل سؤال. ينفع خلط اربعة وعشرين. ودول متين وعشرين? ينفع. بس مش مش هتحصل. ليه? لان الطبيعي جدا ان كنت بتعمل جهاز ال PLC وتقفل الرلاهات بتاعك تقول لهم ادي جهاز شغال. اللي عابوا فيه بقى بوازوه كله بحسابه. فالطبيعة عشان ما تلغبطش نفسك يبقى كله الرلاهات موديل واحد اكيد مش تشتري الرلاهات من دي علي ده هتلغبط نفسك انت. فهات الرلاهات كلها نوع واحد. وكله تغزية واحدة. بعد كده بقى هم على الكونتك بقى يغزب امتين وعشرين تعريليه. يغزب اربعة وعشرين. يحرقوا الجهاز. مش مشكلة. بس اخرهم بيحرقوا انا اسف يحرقوا اللود اه. لكن مش هيقصروا على ال PLC. عمرو ما يعرف في العفل PLC. هم? معلش اوضح لي اكتر. دي يعني ايه دي روزيتا مش فهمة. دي يعني ايه روزيتا? حلو بس امتى يطلع وامتى يفصل ده هيكون حسب البرنامج. البرنامج. ها. هو ليه? ده ليه عن بقول لك على الفكرة مش قوي يعني هو برضو بيفهمش ايه? بس يعني برضو بس مش مجلون اوه. تمام? اوكي عشان اقنعك اكتر بقى. الجهاز ده. عايز تنري الكاميرا ولا بالمكان? ها. الجهاز ده. علامة الارس فين? ها? اهي. يبقى ل ون يبقى شغال ايه? ماتين وعشرين فولت اي سي. ماشي. معلش. تاني. تاني. كامل? علامة الارس فين? اهي. يبقى لين والنيوتران معناها ماتين وعشرين فولت. يبقى اول حاجة النوع دوات اي سي. تاني. الام بطلع عمرها كده كده دي سي. صح? طلب منك واحد ام اتنين ام او في مدولات تاني يطلب واحد ال اتنين ال تاتا ال. طيب. هنا طلب ال وامة ولا ال بس? ها? واحد ال. اتنين ال. صح? طيب. معاني نوع بقولك ايه? بقولك هو فكرة تاني اللي هتجيبه هتخرجه. اتنين عشان كان يعتبر من جوة ترانزيستور لازم ان ياخد ايه? ال وام. لكننا يعتبر كأنه تعالي. هو بديله الاتنين ولا بديله طرف واحد بس? طرف واحد بس. طيب? هي ادي انواع السيبيات اللي موجودة في السوق كلها. مش مكتوب رائعين بره بس انا عرفت ان متوسطتنا ان هو دي سير ليه? ده لسه نعرفهم بالتفصيل بقى المداخل والمخاب. البيينة ورينهم المعلومة دي. كده خلاصنا. هو طبعا كده خاصة عرف ان هو ازي. تاني الناس اللي ما شافتش. علامة الارس اهي. علامة الارس اهي. مكتوب جنبيها ال وان. يبقى امتين وعشرين فولت. تعال. علامة الارس اهي. تفضل مش مانسي. الارس اهو. جنبيها ال وان. ها. ماشي ماشي مكتوبة انا اصدى حتى لو مش مكتوبة انا هعرف من الاختصارات بتاعاتها. اكاي? ها. ال وان يبقى امتين وعشرين فولت. تعالى. اليموت مثلا. طلب برضو. يا اما بيطلب واحد اتنين ام يا اما يطلب واحد اتنين ام. حسر ازا كان بي ام بي ولا ام بي ام. يبقى دوت نوع بي ام بي برضو. زي النوع الثاني. ها. اه. 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 بلحزة. واحد ام اتنين ام يبقى بي ام بي. هاوضح لك اكتر دلوقت. عشان اقناعك برضو. عشان اقناعك برضو. بص كده وره. كل المفتاح اهي. كلهم واخدين طرف ايه? فين سوري اهو. مفتاح ده وده وده وده. كلهم واخدين ايه? هنا دي. بص دي كده. طيام بص ده. في موديلات تانية بس مش كبيرنا احنا في المعمل هنا. شغالة اللي هي الاني بيان. اللي هي العصة بولة ده مش عوجة عن ده في المعمل. اللي هو الاني بيان. طيام. هنا. طلب منك واحد ال. اتنين ال. طلب كونتكت واحد. مش طلب الاتنين. معين هو شغال من جوة زي الرلي. فكرة الرلي. لو بياخد طرف واحد بس. لكن الترانزيستور معروف ان هو لازم ان ياخد اتناشر فولت او اربعة وعشرين فولت. فبيطلب منك ال ال وال ام. كي? على ايه? تلاتة ال. او ما انا بقول لك في موديلات بيعمل على اتنين بس او او على واحد بس. حسب عدد الايمبوت والاوبوت اللي عندك. اللمبة الاولية النهاردة. اه. 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 طب انا بقى انا عايز اعرف بتاع ان اهو بتاعكم التلاتة. ده برنامج بقى لسه ده هنوصله في بنامج. ده لسه في بنامج. برضو ايه? مش متوسط. ايه بقى حكاية السنسور سابلاي دوت. هو اوضح لك اكتر. سوري ماشي. السنسور سابلاي هو كان عشبه كبير فينا. ان احنا نعمل هين. مش انت عايز نروح بعيد لين? اهو. سواء كان في الاسمة دي او اللي في القابليها. عايز اهو. الراجل المرحب يعني وعنده هو بيقول لك يعني طب وليه تروح لباور سابلاي مدام انا عندي كده كده احنا انتفان البي لسي كده كده من جوة في ايه? يعني هينزل الاربعة وعشرين حتى لو مدينه امتين وعشرين هو كده كده هيعرف يجيب الاربعة وعشرين. فبيقول لك بدلا ما تروح بعيد خد الاربعة وعشرين من عندي والدهم لي. للمفادية. خدهم من عندي والدهم لي. حتى على فكرة هيقول لك كده ده دول اضمن من الغريب لان الغريب ممكن يلعب يكون مركبة مش مش اكيدة مركبة مش كويسة يديك فولت ايه? متغير يطلع سنة يحلق لك. فبيقول لك ده انا ضمنه ده يعني سيمينز الماني مضمور عن 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 اي تاني. تاهم? بس لاحنا بنموصلهش ليه? هو عشان باصلح معك اخلابية اللوحة تقفل برة يقول لك لأ انا هشتري تاني لأ استادم ده وخلاص. الفكرة صحة بقى لو انا لو انا فاهم وخاف على الحاجة وانا دفع فلوس ده اخاف منه انا اخاف من ده. ليه? مع ان هو اتعامل عشان يغزل بس اخوة بقى لك ما تتوقع ليه ايه? تغزية بس. انا خاف ان يجي حد دول عامل اين? عنده مطور. عنده موديور. عنده لامبة. ما هو عايز كهربة. فبقى ده ما يشتري يسحب من مين? من ده. عايز يعمل شغل اي حاجة بقى? فده دي تعاملت تستحمل امبير لا يزكر لان كده كده المفتاح ممتسحبش امبير. ده مش رايق على المطور. مش رايق على اللمبة. ده رايح بس على يقول له انا قفلت او انا فدحت. فما بيستحملش يعني لو حصلت عليه لامبة ممكن يتحرك. استحملش حاجة خلص. كي? فانا خاف ان حد يشتري موديور اضافي يروح سحب من هنا يقولك بالمرة بدل ما يشتري بورس ابلاب روامية جنيه. عنده لامبة بالمرة ياخد لها تغزية من هنا. فيه مطورة يسحب من هنا. فيه جهاز جنبه ويسحب من هنا. فلا ده مش هيستحمل. ودوت لو جراله حاجة. الكهرباء دي مش رايحة على السي بيو. دي الاول عدت على التراسفورمر وعلى دارة وعكاية راحت للسي بيو. فلو دوت سحب هيحرق لدارة يبقى حرق كل حاجة. تاني دوت لو سحب امبير زيادة هيحرق دارة يعني حرق تغزية نفسها. يبقى كله ترمى في الزبالة. عشان كده دي صحب بس انا خايف استخدامها. اكي? لو انا ضامن ان ما اقفل عليه بمفتاح ومحدش عن مفتاح غير انا انا هعملها بسراحة. بس غير كده. ما انا بقول لك هنا ممكن توصلها بس هنا خايف. مفيش? يعني ايه? مدول من هنا مفيش مشكلة. بس اكملك اكمل لك. اه بالزابط ما فيه موديول بياخد اوبوت. والاوبوت عايز كهرباء. يعني انا شفتها في مصنع. واخدين سلكة من هنا كده معدينها من فوق البيل سي واخدينها من هنا. هيشتغل. بس شهر اتنين لو يعني لو حزهم حلو تلاتة بس هيتحرق. هيجيه لوقت تحرق. كي? تغزية الامبوت مفيش خوف منه. هو هو عملها لك بس تغزية الاوبوت مفيش. هيشتغل بس هيتحرق فعلا. تهم? واضحة الفكرة لا انا. عشان كده اقدر امسح الاسم دي? طيب قبل ما اكمل الجزء اللي جاي دوت. احنا عرفنا اننا لو انا عندي مطور مش هينفع هوصله دايرك من البيل سي فهجيب له صح? هيفض المطور شها غير بتلتمية وتمانين فولت. ها? هعمل ايه? بالزبط. ايه دي جهاز البيل سي. معلش عذرني. ونقطة تشغل. والكونتاكتور يوح يشغل طبعا هكون فيه مسلا اوبرلود. كيد. يو في دابليو اكس ويزد متقفل مسلا ستار. صح? طب هو معلش هو انا ليه? خليتري ايه? يشغل كونتاكتور عشان الكونتاكتور يشغل المطور. لما انا كنت ممكن دايرك تعمل ايه? ولا في خوف? في قلم كونتاكتور? يعني هو في كونتاكتور رأيس حب واحد امبير? في كونتاكتور رأيس حب واحد امبير? ها? لا لا تتكلم عن فولت يعني? ماشي الفولت على انتفق الخير هنقول موجود في مصر المليانة كل فولت ده انت عايزة. لا ازعل كده نتخانق شرطة في ملف كونتاكتور ما هو ملف كونتاكتور زي ملف رأيه? ممكن. ينفع. كامكان ايه ينفع? بس انا هخاف اعمل كده. ليه? انا كبيلسي معنديش مشكلة. اهو. هيشتغل ايه? مش اشتغل ليه? انا هجيب لك في السوق وبيسحب امبير يعني حتى لو بقى دي عفع امبير ليه? لا يمكن يفرم على في حاجة ده. مهما ان كان هيفضل برضو بالملي امبير. مهما ان حصل. لا يمكن يوصل لرقم يعني احد. كله يبقى بالملي. النطر هنكلم عن افين وعين. هنعرفهم دلوقتي. ايه? فيه اتنين ونصف وفيه ستة وتنين من مية. هنعرفهم دلوقتي. انا انا ايه اللي مش خلينا عمل كده? ده البي لسي ده الكونتاكتور. انت متخيل ان الكونتاكتور اللي هو تحت البي لسي بعشر عشر عشر سنتي بنص متر. عليه ده تفز? يعني لو حصلت افلة والدنيا ولاعت هيطير مين? مش هيطير عشان سحب كهرباء. يعني انت متخيل بص المنظر ده كده. بي لسي تحتير ليه? بدل ليه بقى كونتاكتور? لو حصل افلة ايه اللي حصل? خطر جدا عن بي لسي. لو بصوت على المنظر ده كده هنا. انا هنا هوا جهاز البي لسي. كل اللي خرج من البي لسي راح على كونتاكتورات. ومن الكونتاكتورات راح على الاحمال. لو الحمل اللي عندي سري فيز. هجيب له كونتاكتور بدل ليه? كي? لو كونتاكتور هنا عليه سري فيز. انا خاف احط سري فيز هنا. اخاف احطوه في المكان ده. لو حصل اي حاجة حصل سلك ساح. معارض انه يولع الدنيا باوز الجهاز البي لسي. ده ماشي ده اقمن بس معلش ان ابقى واضح معاك. واقعيا بقى انزل السوق وشوف او انزل مصانع وشوف. هتلاقي دايما انجاز البي لسي. تحتير اللي هات عارفين ما ميله ايه? حتى لو هتنور لمبة كامانة في الشغل لازم يحط لك اللي هات كله. بقى كده قال ايه? لان ممكن قدام شوية بدل اللمبة يشيلها لحط مكانها مطور. وهو اللي بيغار ده العامل. العامل بقى مش فاهم. حلو لك فاهم. عشان احطت ريليه. وجيت عند اللمبة محطتش. هو مش عارف. هو لقى لمبة قال لك بدل اللمبة نحط المطور عشان محتاجينه. فيروح بحرق ايه? عشان كده دايما صح بقى عدد الاوبوت اتنين وتلاتين الاوبوت يبقى فيه اتنين وتلاتين الايه? ستاشر الاوبوت في ستاشر الايه? ياخدهم بقى يوديهم عالمبة. ما يستخدمش نصهم اساسا. وهم ان هو يوم ما يستخدمهم اللي يمكن للبيل سيجرى له حاجة. هي كزيادة امان فكرة الكنتاكتور. ما عايز حطه بعيد حطه بعيد. بس هو كزيادة امان ان توصر الايه دايما? مع كده عمر اللي يغزوا كونتاكتور يغزوا مطور صغير يغزوا لمبة على طول زيما ما عايزي. ميزة تانية للكنتاكتورات واللهات اللي تركها ببرة. انا في المطور التجاهين فيه انترلوك صح? فيه حماية. هعملها جوه الايه? البيل سي. احط له حماية اقول له ما تشغلش ده مع ده وده مش تغلش مع ده. بس زيادة امان كمان احطها مع مين? مع الكنتاكتور اولي ليه? ليه? اللي جوه البيل سي سوفت وير. اللي برة البيل سي هارد وير. انهي اضمن. اللي هارد وير هو فيه بصراحة هو موضوع حاسم هو فيه واحد ممكن انا خاف منه. سوفت وير انا خاف منه بصراحة. الهارد وير اضمن. ليه? بس ده ما بيتفهمش ده ميكانيكا. يعني لو ده فتح لو راجل يشتغل مش عارف يشتغل ما ما فيش كهربة يشتغل ازاي. السوفت وير هناخد اوامر لنا بقول لك هخلي المفتاح يما مفتوح ولا ما من وراء. يبقى ده انا كده اقلق من يعني مية مرة كمان. ده احنا هنعمل برنامج بس ما هنديش تخض يعني. ده في البيل سي. الفوض ما نعملوش بس هنعمله كمان عبعد يعني. هنعمل برنامج مطور التجاهين وفيه والمفتاح المفتوحة والاميرشنت سيفاتح والمفتاح مش بالدقس عليه وخلي المطور يشتغل التجاهين مع بعض ويعمل لك افلة. لاني 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 انا بتخذ دلك تعلم الميموري والعب في الميموري يا بوز الدنيا انا حر. عشان كده فيه باسورد معقوله على البيل سيش محددش بوز الدنيا. لكن اللي برا ما بيفهم شي. ده يعني لا يمكن يشتغل مع بعض. استحالة. يعني لو هو هيرخم ويشغله مع السوف سوير اللي دين مع بعض يشغلهم. لكن استحالة. ده فيه اللي برا ده ما ما بيفهمش. مش هينفع يشتغل مع بعض. استحال. إلا لو جاي حد راح ملقط الاتنين مع ده حاجة تانية خلص. عشان كده في حماية ميكانيكية كمان لو حد سمع عنها. اللي هو بيبقى دراعة في الكنتاكتور هنا كنتاكتور هنا. لا قط ده وتروح فاصل ده. لا قط ده يروح فاصل ده. فالافضل دايما في اي شغل تعمل كمان الحماية برا. لان ممكن اي حد مش فاهم يلعب في البيل سي بوز الدنيا. يبقى الحماية موجودة بس لغاها. فنرجع بقى. انواق السيبيات اللي موجودة في السوق. تتقسم. هو هو اللي احنا شرحنا دلوقتي. بس التلاتة ثانية. تتقسم لبي ان بي وان بي ان. فاكرين? لو المفاتيح بتاخد بوست يبقى بي ان بي. لو المفاتيح بتاخد ناجت يبقى ان بي ان. كاي? الان بوتس بتكون ديجتال. او 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 ديجتال وانالوج اي المشكلة. ممكن يكون مع بعض. يمكن جهاز البي سيكون في ديجتال ويكون في. نفس نقطة ما ينفعش مش مش تحصل ابد. اخناعك لي احنا شغالين. كاي? او 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 يبقى يا اما بي ان بي يا اما يا اما ممكن يكون ديجتال او ديجتال وانالوج مش هتلاقي جهاز في العالم بس. مش عشان خطر ما ينفعش. وقايا مش هلاستخدر. يعني عمرك ما هتلاقي جهاز شغلنت انه يشتغل مع حاجات بس مش موجودة. في بس اكيد في موجودة للبي لديجتال. اه لاحظة فقا ما ينفعش اقول خارجه او خارجه او خارجه ده حاجة تانية خالص في الخارج حاجة تانية خالص. كاي? عشان كده هتلاقي طلع هتلاقي على جنب كده في اربعة او خمسة كده روزيتا فوق دي بس مخصوصا للانالوج. هنفهم معه اكتر بس كمان شوية. كاي? مراجعة اللي احنا عملناه على الصبور. ايه الفرمة بين البي ان بي والن بي ان والكلام ده كله. البي ان بي المفاتيح كلها واخده ده اللي هو السنسور سابلاي. والكمن واخد ايه? ممكن يكون فيه كومن واحد او اتنين كومن حسب نوع السي بيو. كاي? الان بي ان شكلها زي ما كون ما اتغيرتش. هو كون اتغير انه بقى ايه? بقى المفاتيح بدل البوزي بقت نيجتال. والكمن بقى بوزي. طيام? ده البي ان بي والن بي ان. ايه هو الديجتال وايه هو الانالوج? كده الكلام وبعك هنشوف ده كله عملي. الديجتال اون ووف. من الاخر اي حاجة البي اللي سي هينفع يسميها واحد وزيرو. او لأ موجودة ومش موجودة شغالة ومطفية. معناها واحد وزيرو صح وغلط رو فلس معناها واحد وزيرو معناها ديجتال. يعني ما ينفعش اجي على فتح الباب اقول الباب دوت ديجتال. لأ لأ الباب ممكن يكون مفتوح اه بس مفتوح كده او كده او كده او كده. فما ينفعش اجي عندي قول الباب مفتوح. مفتوح بقاني زاوية. صح? عشان كده دوت ليه حاجة اسمها زاوية بتاعته. فده حاجة انالوج بيش ديجتال. اه ما ينفعش اجي عندي مسلا اه مروحة واقول لني دي ديجتال. لا مروحة ممكن تكونش اهي اه مطفية وشغالة. بس لما بتشتغل بتشتغل بايه? بسرعات. صح? التكيف ما ينفعش اقول ديجتال. لان لو بيشتغل بخير متغير. لفات المطور. اه بيشتغل وبيدفش بس هو شغال لسرعات مختلفة. الار بيم بتاعه بيتغير. عشان كده الدجتال هي حاجة زي اللمبة. شغالة او مطفية. انا لو هتحكم في شدة ادائطها دي حاجة تانية. كي اه الشاشة يا من وراء مطفية. البروجيكتور يا شغال يا مطفية. كين? فدوة اللي هو الديجتال. وده اغلبية الشغلة هيكون ديجتال. الانالوج كية متغيرة. كية متغيرة ممكن اتكلم بقى على 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 ضغط. على درجة حرارة. على سرعة آآ وزن. مسلا لو انا عندي بيس بيس آآ بيس ضغط بالباسكال. ممكن اعمل برنامج اقول له مسلا من زيلو الميت باسكال شغل المطور الاولاني. مسلا من مئة لامتين باسكال افتح الف الف الاولاني واقف الالتاني. انا بقول اي حاجة وخلاص يعني. من ميتين لتلتمية باسكال ادي الارمة وشغل الترمبة التالتة وادي واعمل اساهم الناس تخرج من القضى عشان كده اضغط عليه جدا مسلا. كي? دي فكرة الانالوج. باخد قيام متغيرة. هو هو. ده كله خزان واحد. بس انا قدرت اخد اكشن عند الزيرو باسكال وعند المية وعند الميتين وتلتمية وربعمية وكزا. يبقى كي ده وات حاجة انالوج. لفات المطور. لما المطور يصرع. ما هو يصرع دي معناها ايه يعني. تم صرع دي ايه يعني اربع لفات في الدقيقة اول عشرين الف لفة. فلازم اترجمها الحاجة انالوج. كي? لما يزيد يعني يعدي النص فين. فبديله من زيله لغاية مسلا متر لو حجمه متر. وقول له عند يعد خمسين سنتي كده اخد اكشن معين. كي? ما هو زيت دي موطور عمره بيزيد. بس انا عايز اديله مكان معين. فلازم اتكلم معاه لانه انه انالوج. لو انا كنت بتعمل مع الخزنين عنينو دي جيتال. اخر و هيقول لك اتمالة فضي. يعني ده لدأ خلاص او فضي خلاص. كي? فدي دي مقدرش اعملها مش يعني لها معينة. تهم? الاوبوت قلنا فيه نوع اسمه ونوع اسمه ده النوع دي سي اللي هو ده النوع اللي هو اللي هو دي سي اللي هو اللي هو الترانزيسطور ما هو الترانزيسطور كيف يشتغل دائما ايه? دي سي. النوع التاني اللي هو ريلي. دي فكرة هو على فكرة مش ريلي ريلي يعني بس فكرة ريلي. عشان كده هنا كنا بنطلق بنوصل طرف واحد صح? التاني كنا بنوصل كم طرف. ليه حق? لان هو اوبوت ترانزيسطور. ليه حق ياخد طرفين. صح? ثاني. ايه الفرقة بين الاوبوت ترانزيسطور والاوبوت آآ ريلي. الفرقة بينهم في السوق يعني. الاوبوت ترانزيسطور في ميزة ان البلسات سريعة جدا. ترانزيسطور. يعني مش مش ميكانيجا مش بيفتح ويقفل. مش محتاج وقت. كي زي فكرة السنسور كده. فبيبعت بلسات سريعة جدا. انا لو عملنا بلنامج يشغل في اللمبة دي تلات تلاف مرة في السانية هو هيشغل في اللمبة تلات تلاف مرة في السانية. بس انت مش هتشوفها اكيد طبعا. صح? هتشوفها ده من مناورة. مضبوطة او لا? ها. عيبوا ان الامبير بتاعه قليل ستة وتعليم من مية. عيبوا ان الفولت زابت اربعة وعشرين فولت. بس ما بقتش عيب لان كده كده في الامبير بيوصل لغاية اتنين ونصة امبير. بس هي مش ميزة اول لحاجة. هي ميزة مقرنة بالنوقع التانية. لكن في الواقع برضو انا عندي احمال بتسحب عشرة امبير. حلو ان هو بيغير الفولت غاية ميتان وخمسين فولت تقريبا. برضو مش ميزة لان في احمالة تلتمائية وتمانين فولت. فكده كده هعاوز ايه برضو? صح? اللي ايه? بطيقة. بطيقة دوت فعلا العب بتاعه. بس في نقطة مش بطيق بمعنى ان هو يعني هيديني بلستين في الثانية يعني. لا بس اه هو لا يمكن يوصل لسرعة اعتبر كأنه ليه شوية عشان كده كمعلومة يعني اي حد بيشتري عشان خطر هو فعلا عايزه كده اي حد بيجي عشان وفعا عايزه شريع ما بيحط لهش من بره اللي ايه عادي. يبقى اللي هو جابه ما استفدش بيه. اللي دوت لو خرج له الف بلس في الثانية ده هيفتح هيفتح ويف الالف مرة? ده ده اخر يفتح كم? ده لو فتح تلات اربع مرات في الثانية ده يعني ياخد جايزة الدولة التقديرية يعني مقدرش. كاي? ملا ما استحايا صلى عشرة. انا ما جربتوش بس استحايا صلى عشرة. كاي?